دكتور ايه انواع الحيوانات اللي ممكن نربيها في البيت اللي ينفع نربيها في البيت تمام عندنا ممكن نربي الكلاب ولكن طبعا لازم نحط في الاعتبار ان فيه اختلاف في الاحجام بالنسبة للكلاب فيه احجام كبيرة فيه احجام صغيرة فبالتالي انا لو ما كان عندي صغير حيبه صعب شوية ان انا اهتم بحيوان كبير لان انا هيكون محتاج اوفر له مكان يعمل بيكسرسايز محتاج مكان يكون واسع لي يجري فيه ويمرح فيه وفي نفس الوقت يعني قدر يمارس الحياة الطبيعية فيه بشكل كويس فيه عندنا القطط بانواحها سواء القطط الشراز المنتشرة بشكل كبير وفيه بعد كده السيامي وفيه القطط الهمالية فيه عندنا بعد كده انواع من انواع الزواحف ممكن بعض الناس بتحب تقتنيها وفيه عندنا طيور الزينة بانواحها سواء كان عصافير او بغانات وفيه عندنا السلاحف برضو من الحاجات الناس بتحب تقتنيها والقوارد برضو زي الهمستر والجنيبيج فيه ناس بتحب تقتنيها الحاجات دي والسمك والسمك الزينة طبعا بشكل كبير والعصافير بقى اللي هي الطيور يعني تمام هنقصب طيور العصافير والبغضان غنيه بالضبط البغضان قدي طيور الزينة والكوكتايل مجموعة انواع من العصافير طب يا دكتور يعني طبعا هو الحيوانات في البيت بيبقى شيء لطيف بس بيحتاجة رعاية زي ما حضرك قلت الكلاب بيفضل جوه البيت يبقى الكلب صغير بس انا اعتقد ان الكلب في الاخر هو كلب تمام يعني طباعه وخصائصه وحياته بتبقى تقريبا واحدة سواء كان كبير او صغير لا هي تربيتنا اللي بتهيها اللي بتأثر عليه لان احنا بنقدر ننقله نظام التربية بتاعنا يعني انا لو مهتم بيه بنظام التغذية بتاعه مهتم بيه بالرعاية البيترية اللي مهتم بان انا بتعامل معه بالسلوك بيطلع كل يعني في بعض من انواع الكلاب المفروض انها في العادي بتاعها انها شارسة لكن اللي ما بتتربى بطريقة معينة وباهتمامه وسط الناس وفامليار بتفقد الجزء من الطباعة الشارسة دي وبتبقى فامليار مع الناس انا يمكن اقصد هنا اهتمامنا احنا بالكلب تمام يعني مثلا انا اعرف ان الكلب لازم يبقى يمشي برا البيت ربع ساعة ربع ساعة يمكن ثلاث مرات في اليوم ده حي ففي ناس تقول بقى الكلب الصغير ده يعني مش مفروض يمشي اه تمام فانا اعتقد معلومة دي مزبوطة مفروض يمشي لانه الكسرسازة الزيادة ده هيتطلعه في البيت علينا يعني هو اه عنده طاقة عنده طاقة لازم يخرجها برا جسمه فلازم يبدأ فيكسرسازة عندنا على الال تلت ساعة يومين سواء بقى ماشي بسيط اللي هيكسر الاساس بتاعي القطط لا القطط مش محتاج القطط بتنام اغلب اليوم والعصفير بتنام بس طبعا لا الاهتمام طبعا كل كل اليف من دول محتاج رعاية معينة يعني انا بالتأكيد اللي بربع عصفير فلازم ياخد بالو من طبع المكان التهوية قربها من الشارع او لا فترة زي الشتة ده بمسلا فيه التدفية المطلوبة لها الحاجات دي كل حكي اليف له نظام معينة في الرعاية بتاعته محتاج يعني نوفرها عشان حتى نحمي نفسينا من اي امراض ممكن تندلينها طيب هو في فوايد ممكن تعود على الاسرة من تربية الحيوانات الاليفة ايا كانت في فوايد طبعا بالنسبة للاطفال خصوصا احنا بنعلمهم تحمل المسئولية بنعلمهم يعني ايه اهتم بأليف يعني ايه يوفر له الرعاية الخاصة به يعني ايه يلتزم انه عنده موايد اكل اللي بتختلف اوات على حسب عمر الحيوان يعني لو جر وصغير بيأكل ممكن اربع مرات في اليوم فهو لتلات شهور فاحنا معرفين ان فيه عندنا موايد اكل لازم بنأكلها في موايد خاصة بالرياضة بتاعته في موايد خاصة من لازم بيعمل حمام بنحاول نعاود ان هو يعمل في الحمام لما بيكبر من تلات لست شهور بنأكله تلات واجبات في اليوم لما بيكبر من ست شهور لسنة نصبه بواجبتين في اليوم فده اهتمام ومسئولية فبيبدأ من صغر هو طالع واخد مسئولية حاجة فده على يعني تفتكر يا دكتور انا لو ولادي جبت لهم كلب وحطت لهم البروتوكول ده وقلت لهم لازم تعملوا واحد اتنين تلاتة هيعملوا اول شهر في الغالب هو الطفل اللي بيبقى عاوز فهو بيعمل ده عشان هو حابب الحاجة دي فلا حقيقة مال فعلا انا بشوفها وفي ناس فعلا بتوبة اولادها هي الطالبة الاليف كلب او قطة فبيبقى هو قال له خلاص انت المسئول عنه وفعلا بيبقى مسئول عنه وفعلا هو البيوفر من مصروفه كنت الرعاية والاكل بتاعه ده فعلا بقبلها